اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب المرحلة الأولى من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يأتي البرنامج في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية بشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة